اشتركوا في القناة وبعد ان عاشرتها وعشت معها قرابة ستة اشهر وكنت اعطيها مصروفا يوميا لم اكن اعرف ما الذي تصنع به حتى فوجئت مؤخرا انها مدمنة على التدخين وان كل المصروف الذي كنت اعطيه اياها كانت تشتريه سجائر علب من السجائر وفاتحتها في الموضوع بعد ان اكتشفت ذلك وفاتحتها في المشكل بعد ان علمته فاخبرتني انها كانت تفعل ذلك عند ابيها سنوات طويلة وانه يستحيل عليها في هذه المدة ان تتخلى عن التدخين فما هو ان شاء الله تبارك وتعالى المعمول يعني يريد توجيها فقط اولا اين كان الاباء حينما كانت هذه الفتاة تتعاطى للتدخين هذا يدل على ان الاباء قد قدموا استقالته في مسألة متابعة الابناء كل مولود يولد على الفتاة ابواه يهودانه نعم مسؤولية الاباوان يا اخي ثانيا انظروا في هذا البلد الى اين وصلت مسألة التدخين دخلت علينا حتى صار اكثر من ثلاث ملايين يدخنون تدخينا مستمرا يعني حرفة وهناك الملايين الذين يدخنون بشكل غير منتظم بل هناك بيع السجائر وبيع ما هو اكثر من السجائر عند ابواب الثانويات وعند ابواب الاعداديات والمدارث بل هناك فتيات صغيرات في المغرب يدخن بل الانكى من ذلك اننا رأينا نساء ربما وضعنا الخمار على رؤوسهن يجلسنا على المقاهي ويطعاطينا للتدخين بل وفيهن من تطعاط للشيشة في كثير من المدن هل هذه هي صورة المرأة المسلمة المغربية متى كان عندنا هذا الامر نحونا ولا قوة الا بالله العليل رضي بل اكثر من ذلك نقول لكم واحد الاخ واحد الصديق تزوج امرأة وفي اليوم الموالي طالبته الزوجة لانها لم تستطع ان تتمم النهار كانت تحت ضغط تأثير القرقوب كانت تتعاطل القرقوب لا حول ولا قوة الا بالله اذا اين دور الاباب اين دور المجتمع المجتمع اصبح يقبل هذا فهذه المصائب جعلت اخانا يقع تحت طائلتها ويفاجأ بعد شهور ان زوجته لا تستطيع التخلص من تدخين ماذا يفعل معها وماذا يصنع قلت له ان شاء الله تبارك انت باذن الله اذا استطعت ان تأخذ بيدها لكي تقلع عن التدخين فذلك احسن قال لك ولكن لا تستطيع هي تقرأ انها لا تستطيع اذا يا اخي اذا كانت لا تستطيع وانت الان ما عندك ما احتشي ولدات هل مثل هذه الام يمكن ان تكون نموذجا يحتذى لابنائك هل يمكن ان تقبل ان امرأة تتعاطل التدخين وتنجب اولادا هل هذه ستكون ام نموذج يحتذى بالنسبة للاولاد هذا امر فيه الكثير من المجازفة وانا لا استطيع ان انصحك بشيء ولكن اقول لك استخر ربك سبحانه عز وجل ثم اذا كانت هذه الزوجة تقر على انها لا تستطيع ابدا التخلي عن هذا فانت بحكمتك ان شاء الله تبارك وتعالى حاول الاتصال بوالديها باستشارتها لكي تخبرهم ان هذا الامر ربما يستحيل مع وجوده لاستمرار مع هذه المرأة تحت سقف واحد لاننا لو تساهلنا في هذا الامر وفتحنا هذا الباب بالنسبة لكل من يتزوج بمرأة تتعاطل التدخين نوشك في الايام القادمة والسنوات القادمة ان نشكل ونؤسس اوصرا لا مانع ان ترى فيها المرأة في البيت مع ابنائها تدخل هذا امر لم نكن نتصوره لا حلو لا قوة الا بالله وصلى الله على حبيبنا محمد اشتركوا في القناة